مساء الخير فيه خمس أسئلة مهمة جداً يجب أن نجيب عليها حتى تساعدكم في رحلتكم في الاستثمار السؤال الأول واللي كل مستثمر بيخطر بباله هل الاستثمار أفضل في الأسهم اللي سعرها متدني قيمتها متدنية أم الاستثمار أفضل في الأسهم اللي سعرها مرتفع وقيمتها مرتفعة حتى نجواب على هذا السؤال بدنا نعمل شغلتين أولاً بدنا نقارن ما بين أداء أفضل السنديق الاستثمارية اللي بتستثمر في الأسهم اللي سعرها متدني والسندوق الاستثمارية اللي بتستثمر بالأسهم لسعرها مرتفة ثانيا بدنا نطلع على أفضل مستثمري العالم ويركشيرها ثوي واللي بديرها وارين بوفت وشريكه اللي توفى جديد شارلي مونجر كيف بيستثمروا وما هي الأسهم اللي بيستثمروا فيها هل محفظتهم الاستثمارية مثلا مبنية من أسهم سعرها متدني أو مثلا أسهم سعرها مرتفة خلوا نبدأ بالبداية بالمقارنة ما بين السندوق الاستثمارية الصندوق الاستثماري IWM يعتبر واحد من أفضل السندوق الاستثمارية اللي بتشتري الأسهم متدنية القيمة بيستثمر في مؤشر أمريكي اسمه Russell 2000 بتكون تقريبا من حوالي 1990 سهم من أفضل الأسهم اللي قيمتها متدنية يعني راح تلاقوا الكثير من الأسهم في هذا الصندوق الاستثماري قيمتها السوقية متدنية وفي بعضها حتى أسعارها متدنية جدا بينما في المقابل راح نقارن هذا الصندوق الاستثماري بالصندوق XXQ واللي بيستثمر في أفضل 100 سهم تكنولوجيا وفي الصندوق الاستثماري VWO واللي بيستثمر في أكبر 500 شركة في أمريكا لو قارننا الأداء بين الصندوق الاستثمارية الثلاثة لو استثمرنا 10 ألاف دولار قبل سنة من الآن في الصندوق الاستثماري XXQ كنا اليوم قيمتهم تجاوزت 13 ألف و 800 دولار بربح فوق 38% لو استثمرنا نفس المبلغ في الـ VWO كنا راح نكون ربحانين 19% يعني 1900 دولار لو استثمرنا نفس الرقم في الـ IWM كنا راح نكون خسرانين 2% العشر ألاف كانت نزلت قيمتهم لـ 9800 دولار أمريكي لو استثمرنا قبل ثلاثة سنوات من الآن يعني خلينا نحكي في بداية سنة 2021 راح نلاقي بأنه الـ QQ ارتفع تقريبا 31% خلال هاي الفترة بمعنى بأنه العشر ألاف دولار صارت 13 ألف الـ VWO ارتفع 29% يعني العشر ألاف دولار صارت 12 ألف وتسعمية بينما الـ IWM تراجع بحوالي 9% يعني العشر ألاف دولار صارت 9 ألف و 100 لو أخذنا المقارنة على خمس سنوات راح نلاقي بأنه عشر ألاف دولار استثمرناها في الـ Q ارتفعت 150% يعني صارت قيمتها حوالي 25 ألف لو استثمرنا نفس الرقم في الـ VWO كانت قيمتها راح تتجاوز الـ 18 ألف ولو استثمرنا نفس الرقم في الـ IWM اللي هو السندوق الخاص بالأسهم ذات القيمة السوقية المتدنية وليجزء منها أسعارها متدنية راح نلاقي بأنها صارت قيمتها حوالي 13 ألف دولار لو عملنا نفس المقارنة على عشر سنوات راح نلاقي بأنه عشر ألاف دولار في الـ Q في عشر سنوات تحولت لـ 50 ألف 10 ألاف دولار في الـ VWOT حوالت لحوالي 28 ألف و10 ألاف دولار في الـ IWN صارت فعلياً بس 17 ألف وستمية وبالتالي بناءً على المقارنة في الأداء ما بين السنديق الاستثمارية اللي بتستثمر في أكبر أسهم العالم والسنديق الاستثمارية اللي بتستثمر في أفضل الأسهم ذات القيمة المتدنية نلاحظ بأنه الفارق واضح جداً الاستثمار في الأسهم الأكبر الأفضل والأقوى في قطاعها هو الاستثمار الأكثر ربحي للمستثمرين وبالتالي دائماً لما تسألوني ليش أنا بركز على الأسهم الأفضل في قطاعاتها لأنه ببساطة هي الطريقة الأفضل للاستثمار الأكثر ربحية والأكثر أمان طيب خلونا نأخذ وجهة نظر وارين بوفيت واللي هو أفضل مستثمر في العالم ومجموعة المستثمرين اللي معهم في شركته بيرك شير هاثوي واللي بيديروا استثماراته المفروض أن هاي المجموعة من المستثمرين هم مستثمرين يعتبروا الأفضل عالمياً متفرغين فقط للاستثمار في الأسهم خلينا نشوف هل هدول المستثمرين كانوا بيشتروا الأسهم ذات السعر المتدني والقيم المتدني أم كانوا بيشتروا الأسهم الأكبر والأفضل في قطاعها لو أخذنا محفظة بيرك شير هاثوي راح نلاحظ بأنه نسبة الأسهم اللي سعر السهم فيها أقل من 10 دولار لا تتجاوز 0.3% من إجمال محفظة بيرك شير هاثوي يعني حتى أقل من 1% بينما راح نلاقي بأنه الجزء الأكبر من محفظة بيرك شير هاثوي بتتركز في سهم أبل بشكل حوالي نصف المحفظة تقريباً نلاحظ بينها كمامة توزع في أسهم أخرى مثل مثلاً بانكو في أمريكا مثل مثلاً أمازون مثل سنوفليك أسهم مثل مثلاً شيفرون أكسيدنتل بتروليوم أمريكا إكسبريس كوكا كولا وغيرها من الشركات المختلفة مما يعني بأنه وارين بوفيت والمستثمرين اللي معاه أيضاً بيركزوا باستثماراتهم في الاستثمار بالشركات الأكبر والأفضل والأكثر قوة في مجالاتها وبالتالي إذا كان أفضل مستثمر في العالم يرى بأنه هاي هي الاستراتيجية الأفضل للاستثمار ولو نظرنا إلى الصناديق الاستثمارية الخاصة بمستثمرين آخرين متميزين مثل مثلاً ري داليو أو مايكل بيري أو غيرهم رح نلاحظ بأن الصناديق الاستثمارية تبعتهم تحتوي على نسبة جيدة من هيا نحكي الصناديق الاستثمارية الـ ETFs فضلاً عنها بتركز على أكبر أسهم العالم وبالتالي إذا كان الأداء واضح باتجاه الأسهم الأكبر وإذا كان أفضل مستثمري العالم بيشتروا فعلياً الأسهم الأكبر والأفضل في قطاعاتها هذا يعني بأنه هاي هي الاستراتيجية الأفضل للاستثمار وبالتالي إذا كمستثمر بتسأل نفسك هل أنا الأفضل أستثمر في الأسهم ذات القيمة والسعر المتدني أو الأسهم الأكبر والأفضل في قطاعها لا أكيد الاستثمار في الأسهم الأكبر والأفضل في القطاع هو الاستثمار الأكثر ربحية وبعد أعطيكم مثال بسيط ساهم انفيديا اللي كل يوم بيرتفع على الرغم من أنه صار من أكبر خمس أسهم في العالم من القيمة السوقية السؤال الثاني المهم اللي بنا نسأله لحالنا هل الأهم بالنسبة إلي كمستثمر هو عدد الأسهم اللي بمتلكها في شركة معينة أم إدمالي المبلغ المالي اللي أنا استثمرته في هاي الشركة يعني هل الأفضل أن أنا مثلاً أشتري 20 ألف سهم في شركة سعر السهم فيها دولار واحد أم أني أشتري 20 سهم فقط في شركة سعر السهم فيها حوالي ألف دولار والحقيقة انه حساب الربحية كيف احنا بنحسب ربحية المحفظة خلينا نحكي بنضرب عدد الاسهم اللي انت اشتريتها في سعر السهم اللي انت اشتريته ضرب نسبة التغير في سعر السهم خلال اليوم او الاسبوع او الشهر او السنة او المدى الزمنية اللي انت بتبحث عنها بمعنى انه انا لو اشتريت 20 الف سهم في شركة سعر السهم فيها دولار واحد وربحت فيها فقط واحد في المية هذا يعني انه المعادلة 20 الف ضرب واحد ضرب واحد تقسيم مية هذا يعني ان انا ربحت حوالي 200 دولار فقط بينما في المقابل لو انا اشتريت 20 سهم في شركة سعر السهم فيها 1000 دولار وارتفع سعر السهم واحد في المية فعليا نفس المعادلة رح تطلع معي وهذا يعني اني برضو رح اكون اربحت فقط 200 دولار امريكي مما يعني بانه عدد الاسهم اللي انت بتمتلكه في شركة هو فعليا شيء غير مهم ابدا في تحقيق او تحديد كم نسبة ربحيتك انت اللي بهمك كم المبلغ المالي اللي استثمرته في هاي الشركة والاهم السعر اللي اشتريت فيه السهم وهل انت اخترت السهم الصح ولا لا هذا بياخدنا لسؤال ثالث مهم واللي هو كيف نستثمر في الشركات الكبيرة المميزة هاي اذا كان معنا رأس مال محدود مثلا انا معي 100 دولار امريكي فقط وحابب اشتري فيها السهم انفيديا لكن مثلا سعر سهم انفيديا حوالي 600 دولار امريكي الحقيقة انه اليوم اغلب البروكرز صاروا يسمحوا بخاصية جديدة بنسميها واللي هي خاصية تمكن المستثمر من شراء جزء من اي سهم حتى لو كان هذا الجزء اقل من سهم واحد يعني انت حتى في 100 دولار هاي اللي حاب تستثمرها في انفيديا بامكانك مثلا تشتري نسبة 0.15% من سهم انفيديا الواحد في هاي الحالة انت بتكون مثلك مثل اي مساهم تاني في شركة انفيديا غير انه انت لا تمتلك حق التصويت على قرارات الشركة وطبعا بحكم انك انت يعني اصلا عدد اسهمك متدني جدا فانت فعليا حتى تصويتك لا يعتبر شيء مهم جدا على قرارات الشركة والمستثمرين في الشركات الامريكية بيعرفوا انه حتى لو كان عندك مليون دولار امريكي في سهم انفيديا هذا لا يعني شيء بالنسبة لشركة قيمتها بتتجاوز 1.500.000.000 دولار امريكي وبالتالي هذه الطريقة اللي انت ممكن تستثمر فيها في هاي الشركات حتى لو كان رأس مالك محدود برجعوا بقولي ابني استراتيجية معينة ابني محفظة من 7-12 سهم ووزع استثمارك عليهم حتى لو كان رأس مالك في الاستثمار هو مبلغ محدود اما السؤال الرابع وهما بصلاحة سؤالين مركبين في بعض في مجموعة من المتابعين بيسألوني عن كيفية الاستثمار في صناديق استثمارية حلال وهذا سؤال طبيعي لكن اللي انا بستغرب منه انه في بعض المتابعين لما ذكرت انه افضل الصناديق الاستثمارية الحلال اللي بتستثمر في امريكا فالأسهم الامريكي هم صندوقين SPUS وHLAL بدأوا يكتبوا لي في التعليقات انه هاي الصناديق مش حلال وانه أسهمها مش حلال فانه هون خلونا اوضح نقطة معينة اولا انا لست المؤسس للصناديق الاستثمارية هاي هي اصلا هاي الصناديق مؤسسيها راجعوها وعرضوها على هيئة من العلماء اللي درسوا ال500 سهم في الاس ام بي واختاروا منهم هدول 200 سهم واعتبروهم حلال وبالتالي بغض النظر عن رأيك انت في الاسهم هل هي حلال او لا هذا رأي مجموعة من العلماء اللي هم غالبا عندهم خبرة اكتر مني ومنك فهل انت بدك تستثمن فيها الصناديق او لا هذا اشي اكيد بيرجع لك لكن فقط حبيت اوضحها النقطة انه مش انا اللي اعتبرت انه هاي الصناديق حلال في مجموعة من العلماء اعتبروها حلال وبناء عليها تم بناء هاي الصناديق الاستثمارية السؤال الثاني المهم ولهو هل العائد على هاي الصناديق الاستثمارية يتناسب مع العائد على مثلا مؤشر الاس ام بي 500 اللي بتحكي لكم اياه بان الصناديق الاستثمارية هاي على الرغم من انها بتدير اصول متدنية اقل من مليار دولار وعلى الرغم من انه عمولة الاستثمار السنوية فيها مرتفعة تقريبا 0.5% الا انه العائد على الاستثمار فيها كان بصراحة جيد جدا يعني لو اخذناها مثلا وقارننا اداءها مقابل مؤشر الاس ام بي 500 خلال سنة بنلاحظ بينها على سبيل المثال كانت اسهم الاس بي و اس و اتش الال تتفوق حتى على مؤشر الاس ام بي 500 هيك انا بكون جوبت على اسئلتكم الخمسة اللي بتسألوني اياها بشكل متكرر وانا عندي لكم سؤال بدي انتوا تجاوبوني عليه الاسبوع القادم ما هو السهم اللي انتوا بتتمنوا اني احليله في فيديو يوم الاثنين القادم بناء على تعليقاتكم على هذا البوست رح اختار اكتر سهم بتعلقوا عليه وتطلبوه ان شاء الله رح يكون موضوع حلقتنا يوم الاثنين القادم في نهاية بشكركم لمتابعتكم للفيديو اذا لسه ما اشتركتم في القناة هذه هي الطريقة الافضل لدعم القناة اشتراك لايك وشير للفيديو اشتركوا في القناة على خیر